القرارات اللي أخذها دونالد ترامب والتي أثارت ردود فعل غاضبة في الشوارع على درجة أنه في الشوارع في بعض الناس نزلوا ورفعين ريات أنه بيتهموا دونالد ترامب بالعنصرية في أي موضوع؟ في موضوع أنه كان دونالد ترامب أصدر قرار بحذر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش البعض اعتبر أنه ده نوع من أنواع التمييز وأنه ده ضد سياسة أمريكا ونزلوا في الشوارع وتظهروا وبناء عليه حصل ارتباك بشأن تطبيق هذا القرار لم يحدد البيت الأبيض بعد كيفية تطبيق قرار رئيس الأمريكي دونالد ترامب بحذر خدمة المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي وطبعا كان أنه اعتبروا أنه الإعلان اللي أعلنه دونالد ترامب كان إعلان مفاجئ على تويتر وأنه لقى هذا الإعلان لدود فعل وانتقاضات من جماعات حقوق الإنسان وكانت المتحدثة الجديدة دلوقتي المتحدث باسم البيت الأبيض الجديدة اللي هي سارا ساندرز بعد ما شارل سبيسر كان استقال سارا ساندرز قالت أنه الإدارة الأمريكية ستعمل مع البنتاجون لتحديد كيفية تنفيذ القرار ولم يتضح بعد كيف سيؤثر هذا القرار على المتحولين جنسيا الذين يخدمون بالفعل في الجيش الأمريكي أعرب المتحولون جنسيا في الجيش الأمريكي عن قلقهم عن أنهم قد يتم تسرحهم الخدمة وأنهم مش هيتمكنهم العودة للعمل ودونالد ترامب كان كتب على تويتر أن الولايات المتحدة لن تسمح أو تقبل بعمل المتحولين جنسيا بأي صورة من الصور في الجيش الأمريكي وهو قال أن القرار ده جاء بعد يعني ما كانش قرار شخصي جاء بعد مشاورات من الجنرالات والخبراء العسكريين ده بالنسبة لدونالد ترامب والأمور الخاصة بقرار منع أو إيقاف أو حذر العمل للمتحولين جنسيا أو التحقهم بخدمة الجيش في موضوع آخر وهو الحقيقة كان مدير اتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يعني سب كبير موظفي البيت الأبيض يعني شبه شتمه وصفه بأنه مريض بالشك والفصعم ده أنتوني ساكراموتشي مدير الاتصالات الجديد للرئيس الأمريكي كان التهاجم رينس بريباس مستخدما لغة جارحة وأيضا طبعا ده عمل توطر بين المستشارين رفيع المستوى وأعلن سكراموتشي على صفحته عبر تويتر أنه في تسريب قد حدث لنموذج الكشف المالي للحكومة وأنه هو أشار للمعاملة أو للألفاز اللي كان تعرض لها أيضا كان فيه إقالة لمستشار دونالد ترامب ليه شؤون الشرق الأوسط طيب إحنا معنا أي صور ولا معنا أي حاجة ولا إيه الأخبار طيب إحنا بس يعني عايزين بس بالنسبة لنوضح إن إحنا بيتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية وعن قرارات دونالد ترامب وعندنا بعد قليل برضو الأمور الخاصة بالجزء الخاص طبعا بموضوع التغييرات اللي كانت عايزين يعملوها في الأوباما كير اللي ترفضت للأسف المهم إنه البيت الأبيض أعلن مساء أمس مستشار الأمن القومي اتش آر ماكماستر أقال ديريك هارفي ديريك هارفي ده كان مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط أقاله من منصبه والمتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض مايكل أنتون قال إن ماكماستر أقال ديريك أحد المحلجين الاستخباريين في المجلس المعروف بقربه من ماكماستر ومستشار ترامب السابق لشؤون الأمن القومي من الواضح يعني زي ما الكل بيقول إنه فيه أمور بتحصل بالنسبة للإدارة الخاصة إدارة دونالد ترامب والبيت الأبيض برضو في بعض الأمور عشان كده يمكن حبيت بس أجيب لحضراتكم الخبرين دول من ناحية اللي هو الشتيمة أو وصف أنتوني بأنه هو مريض بالشك والفصال وكمان موضوع إقالة مستشار الشؤون الشرق الأوسط الرئيس ترامب يعين سامويل ديل سفيرا للحرية الدينية الدولية نيجي بقى للفترة اللي فاتت وكان فيه القلق وتصرحات دونالد ترامب حول وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز وماذا كان رد فعل جيف سيشنز جيف سيشنز الحقيقة لما تم سؤاله عن التوتر اللي حاصل وعن الإشارات اللي تمت بالنسبة من دونالد ترامب فقال إنه هو بصراحة قال سأبقى في منصبي طالما يريد الرئيس مني ذلك وإنه الرئيس هو أشار لأنه الرئيس ما طلبش منه إنه يقدم استقالته أو حتى أقاله وبالتالي كان موقف جيف سيشنز إنه هو سيبقى في منصبه وقناة الحر الأمريكية قالت إنه سيشنز قال إنه ترامب يتشاركان تناغما في المبادئ والمعتقدات هو اللي حصل عشان اللي ما كانش امتبعنا الفترة اللي فاتت إن دونالد ترامب قال عليه إنه ضعيف وقال إنه هو ما خدش موقف قوي في الموضوع الخاص به هيلاري كلانتون ومقادات هيلاري كلانتون على الإيميلات وعلى برضو في بعض الكلام الجديد اللي بيقول إنه برضو كان فيه علاقات لهيلاري كلانتون معروس كمان مش بس الاتهامات اللي بتوجه لدونالد ترامب نيجي للموضوع الكبير بقى وخلينا نشوف هذا التقرير من قناة الحرة أيضا وهذا التقرير حول فشل الجمهوريون إنه هم يمرروا التعديلات اللي كانت في أوباما كير يعني ترامب كان عايز يلغي أوباما كير كله وبعدين عملوا تعديلات واللي حصل زي ما أنتوا تشايفين التصويت 49 قالوا نعم للتعديلات 51 قالوا لا وكانت اللا هي الأكثر جون ميكين هو الإسم الذي يتردد صداه في أرويقة الكونغرس وحول واشنطن غداد فشل الجمهوريين في تمرير مشروع إلغاء أوباما كير فالسناتور ميكين كان الصوت الحاسم الذي أسقط المشروع الجمهوري في مجلس الشيوخ وترك الحزب خائب الأمل بعد محاولات عدة من قياداته تمرير المشروع من الواضح أن هذه لحظة مخيبة للأمال تخيلوا أن زملائنا الديمقراطيين يحتفلون الآن ما يتحدث عنه ميكانيل هو مشاركة عدد من الديمقراطيين في الاحتفالات التي أحياها المتظاهرون والذين انتظروا طوال الليل أمام الكونغرس واحتفلوا لدى فشل المشروع نحن لا نحتفل ونحن مرتحون لأن الملايين من الأشخاص كانوا سيتأذون بشكل كبير بسبب هذا المشروع نتيجة التصويت شكلت صدمة للبيت الأبيض الذي حاول قدر المستطاع حشد الأصوات لتمرير المشروع من خلال زيارات متكررة لنائب الرئيس إلى الكونغرس وتغريدات مستمرة للرئيس الأمريكي داعيا إلى تمريره لا تزال الخطوات المقبلة التي ينوي الجمهوريون اتباعها في سبيل إبطال أوباما كار غير واضحة وفي حال دل فشل المشروع على شيء شفت مشاهدينا إنه لو كانت خمسين وخمسين كان ممكن نائب الرئيس مايك بانس كان إنه هو ياخد يعني التصويت لصالح هذا تمرير هذه القرارات لكن للأسف الشديد اللي حصل إنه كان 48 لواحد وخمسين نيجي بقى للوحة الحقيقة يعني ناس بتقول أنا سمع صوتي معلش ممكن بس في ناس كانت بتقول بأنه انضم دونالد ترامب للفنانين وأنه في رسمة كان رسمها دونالد ترامب وعرضت للبيع في مزاد وتحمل اللوحة اسم أوفوك نيويورك تقدر بسعر 9000 دولار ودونالد ترامب أعلن عن إنه هيتم بيع هيتم عفوا يعني استخدام هذا المبلغ إذا بيعت بهذا المبلغ يعني 9000 دولار هيتم استخدامها لصالح الأعمال الخيرية ودار المزادات هتعرض اللوحة للبيع بعد أن هو وقع عليها دونالد ترامب وكان والمفروض إنها عرضت بالفعل يعني بالأمس في معرض فدي يعني الرسم اللي هو سماء أوفوك نيويورك نروح بعد كده برضو لحاجة تاني طريفة إحنا معنا كم حاجة طريفة النهاردة أثناء ما كان دونالد ترامب بيتكلم عن أهمية التغييرات في الموضوع الخاص بأوباما كير وإنه هو كان يعني إنه كان الحقيقة شعر بالإحباط إنه كان نفسه أوباما كير كله يتغير وبعد كده عملوا تعديلات فكان الحقيقة فيه سيدة وقفة فكرتنا بالراجل اللي وراء عمر سليمان سيدة كانت وقفة وراء دونالد ترامب وكل الناس مهتموش بدونالد ترامب بيقول إيه ولكن شافوا الحواجب الغريبة بتاعت السيدة دي يمكن ده برضو لقى تعرفين طبعا روادة على فكرة ما بيفرقش المصريين عن برضو الناس اللي في العالم يعني فالناس كلها علاقتهم كن وقف الصورة بعد إذنك على الحواجب السيدة التي تقف خلف دونالد ترامب لما كان بيتحدث عن إلغاء مشروع الرعاية الصحية أوباما كير الناس كلها مهتموش بيقول إيه ولكن زي ما بقول لحضراتكم كان التعليق على هذه الحواجب طيب يعني أنا أنا معلاش دمعا ما حدش يقول إن إحنا بوسوا جماعة الحاجات اللي هي زي كده الطريفة دي إحنا بنتكلم عنها بحيث إنه بدل ما يبقى كله حاجات صعبة يعني ولكن طبعا يعني معروف في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوا بتشوف حاجات غريبة كتير قوي يعني في كل مكان يعني مش بس في اللهم ما الناس اللي وقفين ورا دونالد ترامب لكن بتشوف حاجات غريبة في اللبس في الدنيا في كل حاجة برضو فرصة إن إحنا كان فيه أغنية الحقيقة اسمها دي سباسيتو الأغنية دي أغنية أخدت الحقيقة يعني ما أقولكوش على عدد المشاهدات والشير والتعامل علي حاجات كتيرة جدا جدا يعني لقت انتشار واسع جدا هذه الأغنية فده خلى بعض الناس عملوا مقطع للرئيس دونالد ترامب وكأنه بيغني دي سباسيتو فيعني الموضوع إنه بس حبينا برضو إن نبقى إيه عندنا شوية حاجات طريفة كده في النص بدل ما يبقى كله صعب والأغنية دي على فكرة يعني مش بس في أمريكا في المكسيك في العالم كله لقت الحقيقة نجاح كبير قوي قوي يعني نتيجة للحن الزريف بتاعها وكده يعني نروح بقى للممور برضو المهمة التانية قلنا لكم مجلس الشيوخ كان الأول مجلس النواب أقرب العقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية وأمان مجلس الشيوخ طرح هذا الأمر أيضا وأقرب مجلس الشيوخ أيضا بأغلبية نفس العقوبات يعني اللي كان تم اتخاذها من قبل مجلس النواب وبالتالي كده يبقى الكونجرس الأمريكي كله دلوقتي مرر موضوع عقوبات على روسيا وإيران وأيضا الكوريا الشمالية طيب بسرعة كده إنه الحقيقة رد فعل روسيا إن هي هيتم هترد على عقوبات واشنطن هتطلب تخفيض عدد البلمسيين الأمريكيين وإنه قالت هيرد تاني بس مدينهم فرصة علشان يشوفوا الأخبار من الأول أنا قلت لكم إنه صعب إن ترامب يستخدم حق الفيتو لأنه النواب والشيوخ الاثنين أغلبية صاحقة فمحدش هيقف جنبه في استخدام حق الفيتو وأوروبا كان لها ردود فعل طبعا على الموضوع الخاص بالعقوبات إيران بقى ردت على العقوبات دي بتجربة ساروخية كانت توقفت عنها منذ فترة وده الحقيقة خلى برضو يبقى فيه بيانات من دول مختلفة من دول مختلفة دول أوروبية معترضة على التجربة الساروخية الجديدة اللي عملتها إيران كوريا الشمالية برضو دي ماشي في طريقها ملهاش دعوة خالص برضو بدأ أجرت اختبار ساروخي جديد وبالتالي الأمور كده فيها ألأ وطبعا يعني هنشوف الفترة اللي جاية خبر مهم جدا إنه كان فيه برضو محكمة قضت بالنسبة للمحكمة العليا في باكستان قضت بعدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف لشغل منصبه الغريب إن دي مش أول مرة دي المرة الرابعة ونواز شريف استقال هو وحكومته وكان فيه برضو وزيرة الدفاع اليابانية استقالت بسبب جنوب السودان